نشر عزرا فوغيل وهو أستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة هارفرد عشرات الكتب عن اليابان والصين والعلاقات بين أمريكا وشرق آسيا وقال إن خطة الحكومة الأمريكية للتعريفات تعكس مخاوف السياسة الداخلية أعتقد أن الأمر جاء نتيجة طبيعية للمنافسة ففي ثمينيات القرن الماضي كانت الولايات المتحدة تتنافس مع اليابان التي كانت تتمتع بنمو اقتصادي سريع وهو ما كانت تخشاه الولايات المتحدة والآن تمر الولايات المتحدة بوقت غير عادي وبات الأمريكيون أقل ثقة ولهذا السبب أصبحوا حساسين إزاء تطور البلدان الأخرى إنه أمر طبيعي وأكبر مخاوف دونالد ترامب هي السياسة الداخلية لكنه لا يعرف الكثير عن الوضع الدولي وليس لديه الدعم الكافي على الصعيد الوطني